السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الذي سنتحدث فيها عن مستجدات في الملف اليمني وكذلك عن تصريحات مثيرة لقائد المدمرة الأمريكية يو اس اس كارني الذي تحدث لقناة سي بي سي نيوز عن المعارك التي كانوا يخوضونها في البحر الأحمر معارك لم يسبق أنخذوها من قبل سنتعرض لهذا بعد قليل ولكن في البداية اسمحوا لي أن نتحدث عن هذه الحركية في الملف اليمني في المدة الأخيرة هناك مفاوضات طبعا كما تعلمون في مسقط حول ملف الأسرة بين طرف حكومة صنعاء وطرف حكومة مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة وفد يمثل صنعاء وفد يمثل مجلس القيادة الرئاسي وكذلك المملكة العربية السعودية حاضرة بوفد والحقيقة في خضم هذه المفاوضات التي يعني يعول عليها الكثيرون للتقدم في الملف اليمني ولتحقيق يعني التفاهمات واتفاقيات ومفاوضات في الملف الاقتصادي وفي الملف الإنساني كل والذهاب نحو مفاوضات أشمل وأعمق في الملف السياسي من أجل الحل السياسي في البلاد تتزامن هذه المفاوضات مع زيارة يقوم بها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينغ الذي يزور المملكة العربية السعودية حاليا ومن المفترض أن يزور سلطنة عمان وحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قالت واشنطن أو قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لندر كينغ سيزور المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات مع الشركاء بشأن اعتقالات جماعات الحوثيين الأخيرة لموظفين بالأمم المتحدة وبمنظمات غير حكومية دولية وديبلوماسيين وكذلك استمرار العمليات في البحر الأحمر وسبل وقفها إذن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على مزيد من الضغوطات الدبلوماسية الحقيقة والسياسية وأنا في كل مرة تكون فيها مفاوضات بين أطراف يمنية ويحدث نوعا ما انفراجة وحضور أطراف يمنية لمفاوضات يدخل الأمريكي يريد الأمريكي أن يتدخل ويريد أن يدخل موضوع البحر الأحمر صنعاء قالت مرارا وتكرارا أن موضوع البحر الأحمر يجب أن يكون منفصلا عن كل المواضيع في الشأن الداخلي اليمني لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إلا أن تدخل موضوع البحر الأحمر في أشأن الداخل اليمني وفي موضوع الهدنة والتهدئة والوصول لاتفاق هكذا هم يعرفون في الأساس أن صنعاء لن تستجيب وأن أي محاولة أمريكية لإدخال هذا في هذا سيعني فشل المفاوضات بالتالي اليوم يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على فشل هذه المفاوضات من خلال إدخال موضوع البحر الأحمر ما دخل البحر الأحمر في موضوع الأسرة؟ بالتالي يجب أقول أنه على اليمنيين تفويت الفرصة على الولايات المتحدة الأمريكية والذهاب نحو اتفاق ملزم لهم بمنأة عن الولايات المتحدة الأمريكية الصين كذلك تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل الصين في الموضوع وذلك من خلال اجتماع جمع السفير الأمريكي لدى اليمن بالسفير الصيني لدى اليمن تم هذا الاجتماع في سفارة الصين في المملكة العربية السعودية وتريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تستغل تقاربها مع إيران وأيضا مع جماعة أنصار الله ومع الأطراف السياسية الأخرى في اليمن من أجل حلحلة المواضيع العالقة في اليمن وعلى رأسها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية موضوع العمليات في البحر الأحمر طبعا كان فيه حقيقة زيارة لوزير الدفاع السعودي قبل أسبوعين من الآن إلى بيكين ولقائه بوزير الدفاع الصيني وكان من محاور الحديث هو طلب المملكة العربية السعودية من الصين أن تتوسط مع إيران لكي تدفع أنصار الله لإيقاف عملياتهم في البحر الأحمر ولكن مرة أخرى نذكر أن أنصار الله قالوا ميرانا وتكرارا أن العمليات في البحر الأحمر لا يمكن أن تتوقف إلا بتوقف العمليات الصهيونية أو العدوان الصهيوني على قطاع غزة والحصار بالأساس الحصار الصهيوني على قطاع غزة إذن الحقيقة هذه التحركات مكثفة في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل في ظل العمليات المتواصلة في البحر الأحمر وفي ظل توقف عملية السلام في اليمن الولايات المتحدة الأمريكية بصريحة العبارة قالت أنها لا يمكن أن توافق ولا يمكن أن تسمحها بتطبيق خريطة السلام في اليمن في ظل استمرار العمليات في البحر الأحمر وقال ستيفن فاغن وهو السفير الأمريكي لدى اليمن قال أن الاتفاق الذي قدمته المملكة العربية السعودية بعد مفاوضات بينها وبين أنصار الله سيعطي الكعب العالي لجماعة أنصار الله وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن توافق عليه خاصة مع استمرار هذه العمليات في البحر الأحمر الطلب الرئيسي الآن الواضح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو وقف العمليات ووقف العمليات هذا سينتج عنه رفع الفيتو عن أي تحرك للسلام في اليمن أو عقد اتفاقيات ملزمة للأطراف اليمنية وأيضا بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تريد صراحة أن تسعى لإفشال أي اتفاق لإفشال أي تفاهمات وتريد أن تربطها بملف البحر الأحمر واستمرار العمليات في البحر الأحمر خاصة بعد عجز الولايات المتحدة الأمريكية عسكرية في وقف هذه العمليات وفي القضاء على القدرات العسكرية لصراع وهذا ما سنتعرض له بعد قليل من خلال تصريحات قائد المدمر الأمريكية يو اس اس كارني لكن في ظل هذا يجب الحقيقة أن نتحدث عن الدور الصيني والدور الروسي روسيا والصين كانت قد تحفظت على قرار في مجلس الأمن قبل أيام هذا القرار يدين عمليات صنعاء ويدعو لإيقاف العمليات الصين وروسيا اللي عندهم الفيتو طبعا تحفظت على التصويت ولم امتنعت عن التصويت وبالتالي هذا يعكس موقف صيني وروسي في الرغبة في التقارب مع أنصار الله وأيضا بحكم العلاقات مع إيران وأيضا هناك نية لروسية صينية بضرورة التقارب مع كل الأطراف اليمنية من أجل إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية روسيا والصين دائما يرسلون إشارات إيجابية لجماعة أنصار الله بالرغم من الموقف الأمريكي من هذه الجماعة وكذلك عندهم تواصل مع بقية الأطراف اليمنية وعلى رأسهم طبعا حزب الإصلاح كان في لقاء لافة الحقيقة بين قيادة حزب الإصلاح الأمين العام لحزب الإصلاح والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني في بكين كان في وفد تابع لحزب الإصلاح حذروا لمنتدى خاص بالحزب الشيوعي الصيني وكان في لقاءات يعني مع قيادات الحزب الشيوعي الصيني مع قيادات حزب الإصلاح اليوم يبدو أنه الواضح أن الصين تريد أن تحقق توازنات مع كل الأطراف اليمنية الصين ترى اليمن كموقع استراتيجي مهم جدا موقع يهدد النفوذ الأمريكي تريد أن تدخل لليمن تريد أن تساهم في العملية السياسية تريد أن يكون لها موطأ قدم في المستقبل خاصة أن الصين مقبولة من كل الأطراف اليمنية روسيا مقبولة والصين مقبولة روسيا والصين مقبولتين عند أنصار الله عند الانتقال وعند الإصلاح كذلك وبالتالي الصين أساسا ترى أن المراهنة على التدخل بمنح إيجابي في الشأن اليمني من أجل التوفيق بين الأطراف اليمنية ومحاولة إيجاد فرصة هذا سيحقق للصين تواجد ونفوذ وسيقصي النفوذ الأمريكي الذي كان موجود في اليمن في السابق بحجة مقاومة الإرهاب وأيضا السيطرة الأمريكية على مضيق باب المندب والتواجد الأمريكي في مضيق باب المندب في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي خاصة بعد أن أثبتت صنعاء أن هذه القوات الأمريكية غير قادرة على حماية نفسها أصلا فبالتالي اليوم هناك رهان صيني هناك رهان روسي على التواصل مع كل الأطراف اليمنية محاولة التوسط أو محاولة التدخل لإحداث سلام في اليمن بعيدا عن تدخل الأمريكي وأنا باعتقادي أنه لو تنجح الصين أو روسيا في هذا التحدي فهذا سيكون شيء إيجابي جدا لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد سلام على مقاسها تريد سلام بشروطها تريد مصالحها أن تطبق في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الآن غير مقبولة صراحة لأنصار الله وحتى يعني الأصلاح بالنسبة له الولايات المتحدة الأمريكية غير مقبولة ولذلك يتوجه نحو تمتين العلاقات مع الصين هذا ما حبيت نقوله أتمنى شخصيا في نهاية الفيديو أن تنجح المفاوضات اليمنية وأنا أريد أن أقول ربما من وصل منكم إلى هذه الدقيقة أنا عندما أتحدث عن الملف اليمني أنا لست متحدث باسم جماعة وباسم حزبة وباسم أنصار الله وباسم الأصلاح وباسم المؤتمر يعني أنا عادي جدا أني أنتقد الأنصار الله أنا أتحدث عن عملياتهم الآن في البحر الأحمر أشيد بها لكن عادي جدا أني أنتقدهم في السياساتهم الداخلية أنصار الله ليسوا ملائكة عندهم أخطاء وعندهم أخطاء كبيرة جدا في اليمن وأنا كإعلامي موضوعي يجب علي أن أقدم قراءة موضوعية لأنه مع الأسف الناس في اليمن يعني في من يشاهد القنوات اللي تابع أنصار الله يتم دمجتهم حسب رؤية وفكر أنصار الله من يشاهد قنوات الإخوان قنوات الأصلاح يتم دمجتهم حسب رؤية وفكرة قنوات الإصلاح من يشاهد قنوات الإنتقالي يتم دمجتهم حسب قنوات الجنوب عادة أن المستقلة ومش عارف إيش فأنتم تشاهدونني الآن لأنكم تريدون وجهة نظر أخرى جديدة فعندما أتحدث بوجهة نظر لا تقول لي يا عم حسام وليش تقول كذا وليش أنت مسؤول حكومي عشان ندافع على تلك الحكومة أو تلك الحكومة أو ذلك الوزيرة ومش عارف إيش أنت هنا لتستمع إلى أنت مدام فتحت اليوتيوب تريد أن تستمع إلى رأي بدون رقابة بدون صنصرة هيجب أن تتقبل هذا الرأي يعني عادي أنك تعطي رأيك عادي أنك يعني تنتقد ولكن لا تقول لي وليش مش عارف إيش وليش أنت يعني غيرت رأيك لا أنا لم أغير رأيي أنا أتحدث حسب رأيي وفكري وتقييمي للمساح مثلا هذا القرار أرى أنه قرار موضوعي قرار يعني ربما يكون مقبول فأتحدث عنه قرار آخر يكون مثلا قرار ليس في صالح اليمنين عادي أني يتحدث عنه وأقول أنه هذا القرار ليس في صالح اليمنين في نهاية لا أنصار الله يشغله فيه معهم ولا الأصلاح يشغل فيه معهم ولست بحاجة إليهم أصلا يزعلوا أو ما يزعلوش يعني عادي بالنسبة لآخر همي فأرجو أنا أحترمكم وأنتم أنا وريد أن أقدم لكم معلومة محترمة يعني من يريد أن يستمع إلي فمرحبا ومن يريد أنه فقط أنه يرى أنه يجب أن يكون كلامي متناسب مع حزبه فليس هذا هو المكان المناسب شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم